جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الدعوة إلى إعادة تنظيم الحشد الشعبي وقيادته وتصفيته ممن وصفهم بالمسيئين وأكيداً ضرورة عدم الزج بالحشد في الشؤون السياسية والصراعات الداخلية في العراق كما شدد الصدر على ضرورة نبذ الطائفية وعدم أخذ أهالي المناطق التي كان يسيطر عليها داعش بذريعة الإرهاب فلمن يوجه الصدر هذه الرسالة؟ وهل تقبل الحكومة العراقية بذلك؟ رسالة مباشرة يدعو من خلالها مقتدى الصدر الجميع إلى تنظيم الحشد الشعبي وقياداته وتصفيته ممن يصفهم بالمسيئين البعض اعتبروا خطاب زعيم الكتلة الصدرية بمثابة شرط مهم يضعه أمام القوى السياسية التي لديها أجنحة مسلحة خلال أي مباحثات مستقبلية لتشكيل الحكومة المقبلة أعتقد الآن بعد انجلاء غبار معركة القضاء على داعش الآن أعتقد لا بد أن يكون هناك اتفاقا سياسيا وكذلك أن يكون هناك اتفاقا داخل الفضاء الوطني لتثبيت مصير هذه الفصائل التي قد تكون هي أغلبها هي جزء من الحجد الشعبي بيان الصدر وصفه متابعون بالمؤتدل والباحث عن التعايش السلمي حين دعا إلى نبذ الطائفية وعدم أخذ أهالي المناطق المحررة من تنظيم داعش بجريرة الإرهاب السيد مقتد الصدر لديه وجهة نظر في العملية في الإصلاح وبالتالي تعتبر ورقة الحجد الشعبي من الأوراق الضاغطة على بقية الفرقة وبالتالي تطرح في كل مرة مسألة إعادة تنظيمهم أو إصلاحهم أو حل الحجد الشعبي أو إضعاف كل هذه قضايا تستخدم كأوراق ضغط على الكتل السياسية بحسب متابعين لن تعارض القوى السياسية المختلفة دعوة الصدر إلى تحجيم الفصائل المسلحة ظاهريا لكن من الناحية العملية فإن تنفيذ الدعوة ليس بالأمر السهل دعوة زعيم الكتلة الصدرية تزيد من الضغط الحاصلي دوليا ومحليا على بعض الفصائل المسلحة بضرورة تحييد سلاحها أو نزعه بشكل كامل يقول مراقبون حيدر لأسد سكاينيوز عربية بغداد معنا من بغداد مدير مركز بغداد لدراسات الاستراتيجية منافى المسوي مساء الخير سيد منافى المسوي يا تورا كيف ستترجم الفصائل المسلحة ومنها ما يشكل الحشد الشعبي كيف تترجم رفضها لتجديد دعوة الصدر سيد فضيلة في البداني وحييك وحيي جميع متابعة ومشاهد قناة السكاينيوز العربية أولا هذه الدعوة ليست بالدعوة الجديدة سبق أن طرحها سيد الصدر مع إعلان نتائج الأولية للانتخابات وبالتالي أعتقد هي تدخل ضمن البرنامج التحالف الذي قدمه سيد الصدر أتفق مع التقرير حينما قال بأن نتيجة اليوم الذين يريدون أن يتحالفوا مع السيد الصدر أو يريدون أن يشكلوا الحكومة العراقية عليهم اليوم القبول بهذا البرنامج والذي أعتقد بأنه يعمل على آلية بناء الدولة العراقية الجديدة النقطة تتحدث عن مسألة مهمة أن مؤسسة الحجر الشعبي هي مؤسسة قانونية تم تشريحها في الدستور وترتبط هذه المؤسسة بالقائد العام للقوات المسلحة وبالتالي على هذه المؤسسة أن تكون مستقلة محايدة لأنها بالنتيجة مؤسسة مهمة سيد الموسوي أنا سألتك سؤال هذا الكلام معروف أنا سألتك كيف ستستجيب هذه الفصائل كيف ستكون ردة فعلها على دعوة الصدر المكررة منذ أكثر من أربع شهور أو خمس شهور تقريبا بالنتيجة الفصائل بالتأكيد لن تقبل بشكل مباشر باعتبارها متضررة من هذا الموضوع تعرفين مثلا في نقطة مهمة ستفضيلة علينا أن نميز بها السيد الصدر يريد أن يعيد هيكلة مؤسسة الحجر الشعبي يعني بمعنى أن هناك بعض القادة الموجودين اليوم في مؤسسة الحجر الشعبي يعتبرون أنفسهم ملاك لهذه المؤسسة لا يمكن تغييرهم لا يمكن إبعادهم وهذه مؤسسة عسكرية بالتالي السيد الصدر يريد إعادة تأهيلها بالجديد أولا ولكن هناك فرق واضح بين مؤسسة الحجر الشعبي وبينما طالب سيد الصدر من وضع سلاح الفصائل الغير مرتبطة بالحجر الشعبي بالحجر الشعبي وجمع السلاح كله ضمن سيطرة الدولة اسمح لي سيد الموسوي اسمح لي سيد الموسوي بما أنه يبدو بأن هذا الأمر صعب تنفيذه كما تقول بعض المصادر وكما تقول حضرتك لماذا يجدد الصدر هذه الدعوة في كل مرة هل كما يقول البعض من أجل كسب التأييد الدولي من أجل تسهيل تشكيل حكومته لا السيد الصدر لا يحتاج أن يكسب تأييدا دوليا لأن شعار السيد الصدر واضح يعني عملية صناعة القرار السياسي عراقيا فقط ودائما كانت تغريدة وتقول لا شرقية ولا غربية حكومة تغلبية ووطنية لكن السيد الصدر لديه مشروع مشروع تغييري ومشروع أصلاحي هذا المشروع يرتكز على ركزتين أساسيتين برنامج تعالفي وبرنامج حكومي اليوم أعتقد أن هناك حراكة لمحاولة حلحلة الانسداد السياسي بالتالي السيد يركز على أن برنامج التحالفي يقوم على هذه النقاط الأساسية الـ 12 نقطة والتي تعمل على آرية بناء الدولة العراقية الجديدة فاليوم على الذين يريدون أن يشتركون فيها الحكومة العراقية أن يعملوا مع السيد الصدر على إعادة هيبة الدولة على جمع السلاح بالدولة فرض القانون إعادة هيكلة مؤسسة الحجد الشعبي وإخراج الذين عليهم ملفات فساد ولديهم ارتباطات اليوم داخلية أو خارجية وبالتالي الحفاظ على استقلالية مؤسسة الحجد الشعبي ودعمها بشكل كبير أنا أعتقد أن هذه آليات لن يتنازل عنها السيد الصدر لأنها بالنتيجة تدخل ضمن مشروع الإصلاحي التغييري الذي يريد من خلال التحول إلى حكومة الأغلبية الوطنية شكرا جزيلا لك منافى الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية